مش فاهمة يعني ناخد بريك دقيقتين نرجع نلاقيه بقى موزيع يعني مش عارفين نلاحق على ايه ولا على ايه الحقيقة معرفش يعني لا وبعدين اتصلت بالكاتل نهاني وما جاش وانا اول واحد قايم بسلم لا احنا كده مستقبلنا فقط مرددش نورنا نورك يا فنان كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب والتيشرت الاحما لا ده ده مش صدفة لا خالص اه مش كده لا متعمد جدا مش كده طيب اه كل سنة وانت طيب كنت طيب عمل ايه حمد لله مشرفنا ببنا خليك ايه رأيك في البيت الكبير اه يصبحك الاسم البيت الكبير فعلا فعلا ماشاء الله والتطور واضح جدا من اول الديكورات والشغل ولغاية حضرتكم التطور واضح الله يشليك انت عارفينك اهلاوي يعني النادي الاهلي بيجري في دمك جدا ويمكن وحنا نتكلم يعني طبعا قللنا اللقاء في روسيا ويامكس العالم فان شاء الله هنقول الكواليس بتاعتها لكن احساسك وشعورك وانت يعني قناة الاهلي شايف ان فعلا ان شاء الله على مستوى على مستوى الستوديو وان شاء الله على مستوى المحتوى ان شاء الله نكون مختلفين عزا الله حضرتك ان الخناعة في البيت دلوقتي ان انا ما بحولش فعلا على القناة لان انا لما حصل الموضوع بتاع الكورونا ده ربنا يخلصنا منها على خير وبقاش فيه دوري بقاش فيه كورة وفيش حاجات كده عمال كل شوية على اليوتيوب اجيب بقى ماتشاط الاهلي والزمالك ماتشاط الاهلي في افريقيا ماتشاط الاهلي وكذا اه ما سبتش الاهلي كمان يعني الكورونا شغال ما سبتش الاهلي كمان لك لك عمال واتفرج بعدين بستمتع جدا على الماتشاط القديمة اللي بتدعها على قناة الاهلي واللقاءات اللي بتعملوها والحكايات اللي بتعملوها وكل التفاصيل والكواليس القديمة وكل الكلام ده دي متعد هي لما بلكت يومين علشان بنقول ان احنا بنستعد الانطلاق الجديد الناس فادلت تقولك عايزين نفرج على الماتشاط انتوا قفلتوا ليه كده يعني فكان لازم اللي هو الفترة دي جاب القليلة دي عشان ترجع بقى تشوف التطوير اللي حصل ده